موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الأخبارية من قناة عدن الفضائية نسهل النشرة بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يزور مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في بلادنا موسيقى الزبيدي يبحث مع شركة بيتكو بتروليوم الاسترالي الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز بمحافظة شبوى وحضر موت موسيقى المنظمة اليمنية للأسرة والمختلطة فين ترصد أكثر من سبعة عشر ألف حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي موسيقى موسيقى من العنوين للتفاصيل أهلا بكم مقام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القايد الأعلى القوات المسلحة بالزيارة إلى قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حيث كان في استقبال فخامته قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمة واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة إلى إيجاز على العمليات المشاركة وأهليات التنسيق مع القوات المسلحة ودول تحالف دعم الشرعية كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة الأفكار المتعلقة بتعزي التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية وتطرقت الزيارة أيضا إلى تقييم موجز حول مسار الهدنة القائمة وخلوقات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتزام الجيش اليمن المستمر بضبط النفس وحرصا على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وأثناء رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور قيادة قوات التحالف والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن تطلعات الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتخفيف معاناته الإنسانية ودعم جهود التنمية وإعادة الأعمار في بلادنا ترجمة نانسي قنقر التقى أعوض مجلس القيادة الرئاسية لواء دروس قاسم الزبيدي في العاصمة الموقعة تتعادل المدير العام لشركة بيترو بتروليوم الأسترالية رياض صالح فاضل واستمع لواء الزبيدي من مدير عام الشركة الأسترالية إلى شرح موجز عن نشاط الشركة وأصولها واستثماراتها في القطاع النفطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع النفطي والغازي بمحافظتي شبوى وحضر موت والأعمال بهذين القطاعين وأكد عوض مجلس القيادة انفتاح بلادنا على جميع الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز وغيرهما من المجالات الحيوية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وتوفير فرص عمل للكوادر والكفاءات المحلية وخلق انتعاشة اقتصادية تخري البلاد من أزمتها الراهنة اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الواعد روس قاسم الزبيدي خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن القائمة بالأصالة بسفارة بلادنا لدى كينيا المستشار عبدالسلام العواضي على أوضاع الجالية اليمانية في جمهورية كينيا والعلاقات التاريخية التي تجمع بلادنا بجمهورية كينيا التي أرسى قواعدها المهاجرون الأوائل من أبناء محافظتي حضر موت والمهرة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود على أبناء الجالية بالنفع كما اطلع اللواء الزبيدي على دور مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي والبرامج التي ينفذها في اليمن وأسبل الممكن لتوسيع أنشطته في هذين المجالين ومساعدة الجانب الحكومي على النهوض بهما وأكد اللواء الزبيدي على الدور الذي تطلع به سفارة بلادنا في جمهورية كينيا في توطيد العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين ومضاعفة جهودها لخدمة أبناء الجالية والطلاب الدارسين في العاصمة نيروبي وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في بلد الاغتراب وشدد اللواء الزبيدي على أهمية الدور المنوط بالقائم بالأعمال بالأصالة بسفارة بلادنا لدى كينيا للفت الأنظار تجاه المعاناة الإنسانية التي تشهدها البلاد والتنسيق مع الجانب الكيني للعب دور أكبر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للدفع باتجاه تسريع العملية السياسية وإرساء السلام دائم وشامل وفق للمرجاعيات الثلاث بدوره عبر القائم بالأعمال بالأصالة بسفارة بلادنا لدى كينيا عن امتنانه للواء الزبيدي وحرصه على تلمس أوضاع الجارية والطلاب اليمنيين الدارسين في كينيا مؤكدا حرص السفارة على بدل المزيد من الجهود لخدمة أبناء الجارية اليمنية في كينيا بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزان ومواساة في وفاة الهامة النضالية الكبيرة وأحد صناع الثورات اليمنية الخالدة المناظر الجسور محمد عبد الله الفسيل الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة من نضال والعطاء في خدمة الوطن وأشهد رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى أسرة الفقيد وآل الفسيل والشعب اليمني جميعا بمناقب الفقيد كأحد أبرز المناظرين الأوائل والذي كان له حضوره القوي والمتميز في كل المحطات النضالية والسياسية التي عاشها الوطن مشيرا إلى تفاني الفقيد وإخلاصه في خدمة الوطن ومتسم به من نزاهة وتجرد من المصالح الذاتية والسعي لإعلاء مصالح الوطن والشعب على كل المصالح الشخصية وأكد أن اليمن خسر براحيل المناظر الفسيل أحد أبنائه الشجعان الذين ظلوا على العهد ووفيا على المبادئ لمبادئ الثورة والجمهورية وبصماته المتميزة في كل المناصب التي تقلدها في الدولة والبرلمان والسرك الدبلوماسي وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ورفاقه والشعب اليمني عامة بهذا المصاب لجلل سائل لله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ودويه ومحبيه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجون بحث وزير الخارجية وشؤون المعتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير جمهورية مصر العربية شقيقة أحمد فاروق محمد توفيق العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطورها وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية نتائج زيارة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للعاصمة المصرية القاهرة ولقائه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث أشهر في هذا الصدد إلى أهمية استكمال التحضيرات اللازمة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بالإضافة إلى اجتماع لجنة الحوار للسراتيجي التي تعد من أهم الآليات التي يتم من خلالها التشاور وتنسيق المواقف بين وزارتي خارجية البلدين مثمن أن دعم جمهورية مصر العربية للحكومة الشرعية في كافة المحافل الدولية وما تقدمه من مساعدات ومنح طبية ودورات تاهلية لعدد من القطاعات الحكومية وتطرق بالمبارك لتحضيرات الجارية لعقد قمة الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر والخطوات الكفيلة بضمان أمن واستقرار الملاحة الدولية وما يشكله خزان صافر النفط من تهديد وشيك ليس لليمن فحسب إنما للمنطقة عموما وكذا مستجدات الأحداث في بلادنا على ضوء الهدنة الأممية والخروقات الحوثية التي كان آخرها الهجوم الغادر على منطقة الضباب بمدينة تعز في تناقض صارخ مع المحادثات الجارية في الأردن لجنة فتح طرقات استمرار واستمرار مقيت لسياسة التلاعب واللا مبالاة ونقض الاتفاقيات التي دابت المليشيا الحوثية على انتهاجها منذ انقلابها المشوم على الشرعية الدول السورية بدوره جدد السفر المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الدائم لمجلس القيادة الرئاسي وللخطوات المبدولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا للمرجاعيات المتفق عليها وإما يكفل وحدة وأمنة واستقرار اليمن التقى النايب العام للجمهوري القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم بالعاصمة الموقفة عدن الدكتور ايتماد مطر الخبيرة الدولية بشؤون المرأة والأمن والسلام وتطرق اللقاء إلى جوانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات القضائية والتنفيذية والمشاركة الفعالة المتكافئة للمرأة في مواقع صنع القرار ووضع مقاييس واجراءات أمنية لحماية ووقاية النساء والفتيات من كافة أشكال الإيذاء والعنف وكذا توفير المساعدات الإنسانية الأساسية التي تحتاجها النساء وأكد النائب العام على دور وأهمية تواجد المرأة في سلك القضاء والعمل على تأهيلها وتدريبها وتمكينها محشرا إلى أهمية دور شعبة المرأة والطفل في القضايا الموكلة إليها مشددا على ضرورة عقد دورات تدريبية فيما يخص التعامل بقضايا المرأة والطفل بحث وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقت عدن مع فريق اللجنة الدولية لصليب الأحمر لدى بلادنا برئاسة نائب رئيس البعثة الدكتور جوفاندا الموضوعات المتصلة بشأن الصحي وكيفية العمل على تطويرها وتسلم الوزير بحيبح مسودات تفصيلية لثلاثة مشاريع صحية تتداخل فيها اللجنة الدولية لصليب الأحمر في مجالات رعاية الصحية الأولية والطوارئ والأطراف الاصطناعية وثمن الدكتور بحيبح جهود الصليب الأحمر مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عملهم مشرا إلى أهمية تعزي الآليات الآليات التواصل بين الوزارة واللجنة وإشراك وزارتي وزارة الداخلية فيما يخص التداخلات الصحية في مصلحة السجون استعرض اللقاء لاحتياجات المريحة وأبرزها دعم مراكز الأطراف الاصطناعية والتجهيزات الفنية والطبية وتعزي التعاون مع الهلال الأحمر اليمني لتعزي دوره في المحافظات ذات الاحتياج من جانبه استعرض نائب رئيسه بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التداخل للجنة في القطاع الصحي ومنها الأطراف الاصطناعية وقضايا التدريب والتاهيل لما فيه تطوير مهارات الكادر فيها وترفيع كفاءته للحصول وللحصول على بكل رئيسه لعلاج الطبيعي مشورا إلى أن اللجنة ستقدم قريبا أكثر من 66 ألف جرعة أنسولين في نفس السياق فتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبيح بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريب المدربين في برنامج مكافحة العدوى والتي تنظمها لدار العمل الجودة ومكافحة العدوى بدعم من منظمة الصحة العالمية وحث وزير الصحة المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة واستلهامها على الواقع العملي ونقل المعارف إلى زملاء العمل في القطاعات الصحية المختلفة بالمحافظات موضحا بأنه يتم العمل حاليا على استكمال البناء التنظيمي للإدارة التي ستتوسع في المحافظات لتحقيق الجودة الأشمل من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور أمين سلمان أهمية الدورة في تعزيز منظومة العمل الصحي في المرافق الصحية المختلفة في المحافظات المحررة والسير بها نحو تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها دشنا وزير المياه والبيع المهندسة توفيق الشرجبي ومحافظ محافظة لحج الواركن أحمد تركي العمل بمشروع إعادة تهيل خط الضخم مغرس ناجي دندار المرحلة الثانية ومشروع مياه خطوط الأسالة الصبر الفيوش بمحافظة لحج بتكلفة مليونين وخمسمائة ألف دولار بتمويل من البنك الدولي وأكد الوزير الشرجبي على همية المشروع الذي يعتبر استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع الذي سيخدم تجمعات السكانية في مديرية الحوطة ومدينة الصبر ذات الكثافة السكانية العالية وتعرف وزير المياه والبيع ومحافظ لحج من مدير المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بمحافظة لحج على موقع حقول أبار المياه والموقع المخصص لتركيب منظومة الطاقة الشمسية كما اطلع على أعمال ترميم الخزان سعة عشرة ألاف متر مكعب بالإضافة إلى المواد المعدات الموردة للمؤسسة والعمال المنفذة في محطة دندارة رئيسة لتوزيع المياه للمواطنين وعقب الزيارة الميدانية ناقش زور المياه والبيئة توفيق الشرجبي ومحافظ محافظة لحج أحمد تركي مشروع الصرف الصحي في المحافظة والممول من البنك الإسلامي وأوضح الوزير الشرجبي أن المشروع تحت الإجراءات ويتم حالياً اختيار الاستشاري بالتشاور مع الممول مشيراً إلى أن أعمال المشروع ستبدأ فور استكمال الإجراءات مع الممول من جانبه أكد محافظة لحج أكد أهمية مشاريع المياه الجارية تنفيذها بالمحافظة في تحسين خدمة المياه وإصالها للعديد من المناطق فيها مشيراً إلى احتياج محافظة لحج لخدمات المياه والصرف الصحي قام وزير الأشغال العامة والطرق بزيارة لممودرية تحوف ترمس فيها احتياجات المواطنين وطلع على وضعها وضعية الطرق واحتياجاتها زار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي موقع الشركة الرصيد للمقاولات وخلال الزيارة التي رافقه فيها المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بعداً ووقع الوزارة المهندسان وليد ردمان ووليد الساحم وسالم ليمر أمين عام محافظة المهرة والمهندس سعيد عفيف مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المركز الرئيس وخالد العماد مدير الأشغال بالمحافظة المهرة وعوط قويزان مدير المؤسسة العامة للطرق بالمهرة ومدير عام مديرية حوف حاتم مكي ومستشار المحافظ لشؤون المديريات الشرقية محسن القميري اطلع الوزير الحريزي من المدير التنفيدي للشركة مسلم عرفيت على الأعمال التي تنفذها الشركة في محافظة المهرة والجاهزية العامة للآليات العاملة في الميدان وقد أشهد الوزير الحريزي بالدورة التي تقوم به الشركة في مجال الطرق والجسور وفي الطريق إلى مديرية حوف للإضطراع على أوضاع الطريق الرابط بين المديرية وعاصمة المحافظة والذي يقوم صندوق صيانة الطرق والجسور بإعداد الدراسة للطريق البالي طوله 120 كم رحب أبناء رزميت بقدوم معالي وزير الأشغال حيث اصطفوا في استقباله مقدمين الموشحات الشعبية الترحيبية لزيارة معالي وعند مدخل قرية الفتك في مديرية حوف استقبل أهالي المنطقة معالي وزير الأشغال مرحبين به ومحمليه نقل معاناتهم إلى المجلس الرئاسي كما حملوه أطفال الفتك نقل احتياجاتهم للمدارس فيها مدارس وفي منطقة المدارس وفي طلابي يتجهون وهالي لهذه المنطقة وفي منفذ صرفيت تفقد وزير الأشغال الحريزي ومعه رئيس الصندوق الماس تفقدوا مشروع طريق حوف صرفيت والبالغ طوله 16 كيلو مترا والتي تقوم السلطة المحلية بتنفيذه نقوم بزيارة أكثر الأضرار التي تعرضت لها الخط الدولي من صرفيت إلى الغيظة كثير من التقطاعات طلعوا عليها له في صندوق صيانة الطرق هذا المشروع الذي نعدل الوثائق الخاصة بنزاله خلال هذه الفترة يكون تدخل بشكل عاجل من صندوق صيانة الطرق هذه المنطقة أيضا هنا مشروع حيوي تقوم السلطة المحلية بإنشاء محطة مركزية للكهربا في المديرية نحاول نربط أعمال الخط بالخط الرئيسي بحيث تسهل توصيل المواد الخاصة بتشغيل المحطة بإذن الله نحن نكون داعمين في وزارة الأشغال لمثل هذه المشاريع الحيوية التي تحتاجها المديرية والمحافظة بشكل عام اليوم نتحركنا من الغيظة إلى منفذ صرفيت وطلعنا على غضرار الموجودة في الخط وإن شاء الله بإذن الله سيتم عمل إدراسات اللازمة ورصد الإمكانيات المالية وسيتم تدخل في الخط هذا كأولوية عاجلة كما تفقدوا موقع محطة الكهرباء القديدة التي ستقوم السلطة المحلية بتمويلها طبعا دورية حوف هي تربط سلطمة عمان بالعاصمة الغيظة والطريق الساحلي ممتد من الغيظة إلى منفذ صرفيت حوالي 120 كيلو متضرر بشكل كبير من العاصير وإن شاء الله خلال نزول الوزير والفريق المرافق له من صندوق صيانة الطرق للطلاع على الأضرار وإن شاء الله تحظى المحافظة والمديرية بعناية معالي الوزير والفريق المرافق له ويتم اعتماد لهم مشاريع في المحافظة والمديرية بإذن الله مديرية حوف إحدى مديريات محافظة المهرة لغزون اجتمع فيه البحر والقبل المكتسي بالخضر الذي يخفي الوقه الحسن لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية المهرة رقام التحد المقاولين في محافظة المهرة وبرعات قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المهرة محمد علي ياسر حفلا تكريميا لمعالي وزير الأشغال وطرق المهند السالم الحريزي والوفد المرافق له في الحفلة الذي حضره أعضاء من مجلس وبشورة ومنظمات المجتمع المدني والشيوخ من الوجهاء ألقى وزير الأشغال العام والطرق ألقى كلمة أكد فيها دعم الوزارة لجهد السلطة المحلية بالمحافظة مشيرا إلى أنه سيعمل من موقعه في الحكومة كهمزة وصل بين السلطة المحلية وقيادة الحكومة وعبرها إلى المجلس الرئاسي لإصال كل احتياجات المحافظة محافظة المهرة وفي جميع الجوانب سأرض الوزير الحريزي المشاريع التي تقوم بها الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية ومحافظة المهرة على وجه الخصوص التي كان آخرها توقع عقدين مع مؤسسة طرق الجسور بالمحافظة ودع الوزير الحريزي إلى إسام الرأس مال الخاص في نهضة المحافظة من جانبه أشهد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر بالتعاون المشترك مع اتحاد المقاولين بشيرا إلى احتياج المحافظة لسيانة الطرق الدولية والطرق التي تربطها مع المحافظات الأخرى مشهدا بجهود الوزير في تفقد احتياجات المحافظة من المشاريع ومن الخدمات وجهود البرامج السعودي في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في المحافظة وفي ختام الحفل كرم اتحاد المقاولين كلا من وزير أشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ورئيس مجلس دار الصندوق صيانة الطرق الجسور المهندس معين الماس وأمين عام المجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر وممثل البرامج السعودي بالمهرة عبدالله باسليمان دشنا وزير الدولة محافظة عدن أحمد حمد لملة سعامة لمركز تهمية الإيرادات بدوان عامة المحافظة ومناقشة خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة وأوضح الملس في التدشين الذي حضره وكل المحافظة ومدير عموم المديريات والمكاتف التنفيذية ومستشار المحافظة لشؤون المديريات بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتم عبر توسيع مصادر الإيرادات العامة بمختلف أنواعها من خلال تنمية مصادر إيراداتها التقليدية وإيجاد مصادر يديدة ولفت الملس لأن المركز سيسهم في تعزيز خطة تنمية الموارد وتنفيذها في المكاتب الإيرادية بالمديريات ضمن شبكة تحصيل ألكترونية موحدة للسلطة المحلية والعمل على دراسة وتقييم الوضع الإداري والمحافظة عقب ذلك أجر استعراض محاور خطة عمل مركز تنمية الإيرادات والمتضمن إقامة ورش عمل بشكل شهري وعمل دورات متخصة في مجال تنمية الموارد وإدارتها تعز تشيع جثمان تسل الميليشيات الحوثي الذي استدف منطقة الضباب المنفذ الوحيد المؤدي من وإلى مدينة تعز المحاصرة بهدف إغلاقه تزامنا مع انعقاد مشاورات جديدة لفك الحصار عن مدينة تعز تفاصيل في التقرير الذي عدده الزميلة نعام خالد يرفق قصة الشهيد بعلم بلده لأنه يستحقه فهو ضحى بروحه الطاهرة أمام كهنوت ميليشي الإنقلاب وصد هجوم وتسلل يهدف إلى إغلاق منفذ وحيد لدخول الدواء والماء والغذاء إلى مدينة تعز المحاصرة منذ ثمان سنوات وتأتي الهدنة الثانية ومرابطية الجيش الوطني قابعين في متارسهم للحماية فقط ولكن الميليشيا لم تنفذ أي بند من بنود الهدنة الثانية التي لم تلمس إلى أولاها ولا ثانيها فتأز وقيادتها المدنية والعسكرية والحزبية يحضرون ليشيعوا قثمان المغدورين بكذبة الهدنة الواهية ومطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة للنظر بالخروقات والانتهاكات المستمرة والدائمة والتي لا تنبئ بالسلام المنشود اليوم نحن نصلي على الشهداء الذين سقطوا في الضباب نتيقة عدم التزام ميليشيات الحوثي بالهدنة هذه الهدنة التي تلتزم بها الشرعية وحكومة الشرعية بينما الميليشيات كل يوم تقنص وتطلق القذائف بين المدنيين وكذلك كان هذا الاعتداء الغاشم على القيش الوطني في الضباب والذي راح ضحيته هؤلاء الشهداء الذين نصلي عليهم اليوم في الوقت الذي كانت المباحثات في عمان بين الشرعية وبين هذه الميليشيات في هذا الوقت تعلن الميليشية الحرب في تعز على المدنيين وعلى القيش الوطني وهذا يدل دلالة واضحة أن هذه الميليشية لا تلتزم لا بهدن ولا تلتزم بمواثيق ولا تلتزم بأي شيء تلتزم فيه فهي دائما طبيعتها الغدر والخيانة والالتفاف على كل المواثيق الدولية والشرعية والمحلية لا تلتزم بشيء ولذلك على الشرعية أن تعيد النظر في هذه الهدنة وحتى تحمي المدنيين وتحمي القيش الوطني من اعتداءات الحوثيين وعدم التزامين بالهدنة بعد خروق الحوثي للهدنة والاعتداء على شريان تعز الوحيد وهو الذي يمد أربع مليون مواطن من طريق الضباب الشريان الوحيد نطالب الأمم المتحدة والعالم بكله والشعب اليمني أن يخرج ضد الإنقلابيين الحوثيين المتمردين على هذا الشعب شهداء يشيعون لحماية طريق الضباب الذي يعتبر شريان حياة مزامنة مع مفاوضات مزمع إقامتها في الأردن للتفاوض على فك الحصار عن مدينة مهملة تماما من أي قرارات سادقة تنهي معاناة المرضى والمسافرين وأبناء المدينة مقصومة على نفسها بفعل ميليشيا الإنقلاب طبعا لا توجد ما يسمى بالهدن المزعومة التي أعلنها المبعوث الأممي ويحاول كل فترة أن يقدد هذه الهدنة بدون أي التزام ببنود هذه الهدنة من التزام من بنود هذه الهدنة فتح المنافذ الرئيسية الحوثيين الآن يريدوا أن يقطعوا آخر شريان لمدينة تعز الذي يدخل منها المواد الغذائية البسيطة لهؤلاء لا يرقبوا في الشعب اليمني إلا ولا ذمة هؤلاء هم قتلة العصر هؤلاء ينبغي اليوم أن يتم دعم الجيش الوطني دعما حقيقيا وهو قادر على استعادة الدولة وقادر على تحرير البلد من قبضة هذه الميليشيات الحوثية ينبغي على الحكومة الشرعية الآن أن تتجه لبناء وتدريب وتهيئة الجيش الوطني لمعركة الفاصلة هؤلاء لا يفهموا لغة الحوار ولا يفهموا لغة الهدنة نحن في تعز لم نلمس هذه الهدنة أبدا عشر من الشهداء اليوم نشيع عشر من أبطال الجيش الوطني المقام الشعي دافعوا عن هذا المنفذ الوحيد الذي يعتبر لمدينة تعز الشريان الوحيد وهم يصدون قحافل هذه الميليشيات التي كانت تريد أن تقطع هذا الشريان الوحيد لم نلمس في هذه الفترة منذ البداية أي هدنة من هؤلاء المجرمين الخوانة خلال الفترة هذه بالكامل وبالنسبة للجيش الوطني ملتزم بالهدنة منذ فترة طويلة لأنه دولة مؤسسات لأنه كذلك يحمل هم أمة فهؤلاء هذه هي طبيعتهم منذ زمن فالحروب السابقة لا يرقبون في مؤمن إلا نولا ذمة وليس لديهم عهود أو مواثيق وإن يعتمد آيوه ولكن هذه الهدن ما هي إلا منح لهؤلاء حتى يستفيدوا منها في حصار الناس وحصار المجتمع وخروق للهدنة نودع اليوم شهداء الهدنة المزعومة تسلل واضح من أجل إيقاف شريان حياة وأيضا هدنة لم يلمسها أبناء محافظة تعز على مدى الأشهر السابقة واللاحقة نعايم خالد قناة عدن الفضايا تعز تحت عنوان في الظلام أطلقت المنظمة اليمنية للأسر والمختطفين بمحافظة معرب تقريرها الزنوي للفترة سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2021 رصدت المنظمة في تقريرها 17.638 ألف حالة تعذيب جسدي ونفسي بينها 587 حالة تعذيب لأطفال و150 من النساء و16 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي المتحمد بسيط من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي تزامنا مع اليوم الدولي لضحية الأخفاء الغصرية أطلقت المنظمة اليمنية الأسر والمختطفين تقريرها السنوي للفترة من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2021 بين تقرير حالة تعذيب والمنهج والانتهاكات الكسيمة بحق المعتقلين المخفيين في سيول ميليشيات الحوثية رصد التقرير 17.638 حالة تعذيب جسدي ونفسي بينهم 587 طفل و150 أمرأة و16 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي المتحمد القائمين على المنظمة تحدثوا عن أهمية التقرير بالمناسبة اليوم الدولي للقضايا الاختفاء القسري أقامت المنظمة اليمنية الأسر والمختطفين إشهار تقريرها السنوي والذي تضمن قضايا التعذيب داخل سجون ميليشيات الحوثي تضمن التقرير أماكن الاحتجاز الذي كان يستخدمها الحوثيين منها رسمية ومنها غير رسمية وكذلك في مواقع كانت مستهدفة عسكريا وكذلك تضمن التقرير عدد حالات التي تعرض لها المختطفين لحالات التعذيب بأنواعه وأشكاله المختلفة التي تضمنها التقرير سواء بالضرب أو بالصعقلة كهربائي أو بالتعليق أو بالكلبشة الشواية أو غيرها من أنواع التعذيب التي لا تخطر على بال تم اختطافي من محافظة الحديدة وتم التعذيب الجسدي في حمام كما ذكرنا حمام متر في متر وتم الضرب فيه تعذيب جسدي حتى كان يغمع علينا وتم ضربي حتى ضرب العمود الفقرين ورازلت وعاني من هذا المرض حتى اليوم وتم نقلي من سجن إلى سجن فيكون إخفاء منها وكما عانى الأهل منها في الزيارات وعانى منها الأهل بالمعاناة فندعو جميع المنظمات الدولية وحقوق الإنسان إلى النظر في هذا الموضوع بجدية فيوجد كثير من المنظومين في السجون والله يوجد كثير من المنظومين في السجون ندعو للمنظمات وحقوق الإنسان لنظر في هذا الموضوع وشكرا في اليوم العالمي للإخفاء القسري أو ناشد المنظمات الدولية أن يكون دورها أكثر فعالية للنظر إلى داخل سجون ميليشيا الحوثي كم هناك من المئات بل آلاف المخفين قسريا لا تعلم أسرهم أين هم إلى الآن فهم يعذبون وأسرهم تعذب وكنت أحد أولئك المخفين قسريا ذات يوم وقد من الله علي بالخروج بعد قضاء خبس سنوات ونصف بداخل سجون الحوثي ولكن لا زال هناك الكثير والكثير من المعذبين والمخفين قسريا نتمنى أن تكون هناك جهود أكثر فعالية لإطلاق صراحهم شهادات حية عن التعذيب والانتهاكات القسيمة قدمها عدد مفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثية طبعا تم حجزي في السجن لمدة أربعة سنين ولم تتم محاكمة لم يتم حاجة كان هناك بزاز في الأموال ويتم على أن يتم خروجنا بأموال إلا أن نحن لم نعطي أحد شيئا جرام وانتهاكات يندى لها الجبين تمارسها الميليشيات الحوثية بحق المعتقلين والمخفيين في سجون ميليشيات وستصمتنا من قبل منظمة حقوقية والإنسانية شكرا لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مارب هنأ وزير الشباب الرياضة نافل بكري المنتخب الوطني للناشئين بلوغه ربع نهائي كأس العرب للناشئين تحت سن 17 سنة وتصدره لفرق مجموعة في البطولة التي تصدفها دولة الجزاء الشقيقة وأثنى الوزير البكري في الاتصال الهاتفية الذي أجراه بالبعثة عقب نهاية المباراة على المستوى والأداء الجميل الذي قدمه المنتخب خلال مباراته الثلاث وتصدره لفرق مجموعة رغم فارق الإمكانيات الظروف والإعداد مشيدا بالأداء الباهر والمستوى اللافت للمنتخب منذ طلاق المنافسة ودعا الوزير البكري لاعبي المنتخب إلى تركيز في المباريات القادمة باعتبارها مباريات إقصائية مؤكدا ثقته بأبنائه اللاعبين وقدرتهم على رصول إلى الأدوار الإقصائية الأخرى والمنافسة على لقب البطولة هذا وكان منتخبون الوطني للناشئين قد أهل إلى الدور ربع النهاية من بطولة كأس العرب للناشئين تحت سن 17 عاما وذلك بعد تعادله مع نظيره الليبي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وذلك على ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية وجاءت أهل منتخب الناشئين كمتصدر للمجموعات الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس وعمان وليبيا سجل هدف منتخبنا اللاعب أنور طريقي في الدقيقة 19 من زمن المباراة برأسية من ركنية باغتت حارس ليبيا قبل أن يتمكن المنتخب الليبي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عبد المؤمن المبروك في الدقيقة 79 من زمن المباراة وسيلتقي منتخب بلادنا في الدور الثاني نظيره السوداني ثاني المجموعة الأولى في الأول من سبتمبر القادم أما الآن نمشهدين إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشاءة الله تعالى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 المنظمة اليمنية للأسرة والمختطفين ترصد أكثر من 17 ألف حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مريشيات الحوتي وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم انقلات عدن الفضائية في أمان الله إلى اللقاء